السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخواتي اخواني اليوم في عنا قصة كتير مؤسرة وكتير لها بصمة قوية بالاسلام بدين الاسلام والله يدهم علينا يا رب نعمة الاسلام يا رب بجاه سيدنا محمد وبجاه كلمة اني لجاه عنده يا رب القصة كتير حلوة بصراحة ومؤسرة فانا رح احكي لكم ياها القصة هاي طبعا القصة مروية عن الشيخ نبيل العواضي تمام الشيخ نبيل العواضي هو اللي روى هاي القصة لانه هو بيعرفها يعني تمام فالقصة هي انه كان في شيخ اسمه الشيخ ابراهيم وهو يعني ما له شيخ بس هو انسان تقي بيخاف الله انسان بشوش بيحب الناس بيحب الخير بيحب المساعدة يعني فيه له كتير 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 شغلات حلوة من صفات الانسان اللي عنده قلب وبيخاف رب العالمين يعني فهذا الشيخ اللي هو اسمه الشيخ ابراهيم وهو من اصول تركية الشيخ تركي وكان عايش بفرنسا تمام طبعا هاي القصة صارت يعني من حوالي عشرات السنين يعني يعني من حوالي نصف قرن تقريبا تمام فكان عايش بفرنسا وكان عنده دكان كان عنده مثل السوبر ماركت الصغيرة اه على على يعني ناح باب ناح باب بنائي تمام بفرنسا وهي البنائي كان ساكن فيها اه عيلة يهودية تمام من الاصول اليهودية من الدين اليهودي وهي العيلة في عنده اه طفل عمره حوالي سبع سنين تقريبا فهذا الطفل كان كل يوم كل يوم ينزل عند الشيخ ابراهيم ويفوج يشتري من عنده غراض وبعد ما يحط له الشيخ ابراهيم الغراض بالكيس يجي هذا الولد يسرق قطع شوكولاته ويسرق قطع بالكيس ويطلع فالشيخ ابراهيم كان يشتري من عند الشيخ غراض ويأخذ غراضه ويأتي يتحل من قطع شوكولاته يشتري من الشيخ ابراهيم ما يحكي شي صارت القصة يعني أكتر من مرة أكتر من عشر مرات فيوم من الأيام هذا الولد فات اشترى للغراض من عند الشيخ إبراهيم ونسي يسرق الشوكولات أو كان يوميتا ما بده شوكولات أو شي بس أنه المهم أنه نسي ياخد قطعة الشوكولات اللي بيأخذها كل يوم فهو طالع من المحل قام شافه الشيخ إبراهيم وناداله قال له تعال ناداله قال له نسيت تاخد قطعة الشوكولات أعمل الولد اتفاجأ قال له أني قطعت شوكولات قال له أنت نسيت تاخد قطعة شوكولات قال له أنت كل بالعادة كل ما بتجي لعندي بتاخد غراض بتاخد أنت كمان قطعت شوكولات فأنت نسيت تاخدها اليوم فأنا عم ذكرك أنك تاخدها أعمل صدم الولد صدم وخاف وارتعب أنه يعني هلا بده يخبر عليه الشرطة يبده يحكي لأهله يبده يعيط عليه يا بده يعمل له مشكلة يعني هيك فالولد انصدم وتفاجأ فالولد سأله للشيخ قال له بتعرف اني انا عم بسرق من عندك قطعت شوكالات كل ما عم بجي لعندك فقال له الشيخ هو عم يضحك قال له ايه قال له انا بعرف انك انت كل ما بتجي لعندي بتاخد قطعت شوكالات وبتطلع وانا شايفك وبعرف انه انت عم تعمل هادا شي قام قال له الولد قال له طب انت شو بدك تعمل فيني هلا شو بدك تساوي بدك تخبر الشرطة عني ولا تبلغ اغلي الاهلي ولا شو بدك تعمل تعاقبني فقال له الشيخ ابراهيم قال له لا قال له انا ما رح اخبر حدا ولا رح اقول لحد القصة كلا ياتا بس انا في عندي شرط واحد وهذا الشرط انت بدك توعدني انك تنفسه فالولد قال له تمام شو الشرط فقال له الشيخ ابراهيم لهذا الولد اليهودي قال له بدك توعدني انك ما عد تسرق بحياتك ابدا لا من عندي ولا من عند غيري يعني انت هالعادة اذا موجودة عندك بدك توعدني هلا انك انت ما عد تسرق ابدا واذا شفتك مرة تانية في انه حكي تاني فقال له الولد الولد طبعا اسمه جاد هذا الولد اسمه جاد تمام فقال له الولد قال له انا موافق خلص انا بوعدك انه انا من يوم ورايح ما عد تسرق لا من عندك ولا من عند غيرك وقال له الشيخ ابراهيم قال له كل يوم كل يوم تجين عندي اليك مني اطاعت شوكلاة بتاخدها انا مني عم قال لك تاخدها اطاعت شوكلاة بس لا تسرق قال له خلص فريح الولد كتير هذا الطفل جاد فريح كتير وطلع وراح عالبيت وهو مبسوط كتير ومرتاح انه ما رح يبلغ عنه او يحكي عنه او شي وصار هذا الطفل جاد يحبه لهذا الشيخ ابراهيم من بعد هذا الموقف فصار كل يوم كل يوم يروح لعند الشيخ يشتري من عنده الاغراض ويقعد يحكي هو الشيخ ويتمازح وهو اياه ويضحك وهو اياه لانه حبه يعني تمام وهذا الطفل جاد اتعلق فيه للشيخ ابراهيم كتير يعني بعد عشرة وكذا تعلق فيه انه شافوا انه انسان حباب محترم خلوق قلبه طيب فراحت الايام ودارت الايام وكبر هذا الطفل جاد صار صار شب كبر صار بعمر الشباب وصار بعمر انه الحياة اللي لازم يأسس حياته ويعرف الحياة ويعرف الدنيا ويوم من الايام صادفته مشكلة لهذا الشاب جاد صار معه مشكلة وما بيعرف كيف بدي يحله لهي المشكلة هذا الطفل جاد شرح المشكلة لأهله ما عرفه كيف بدني يتعاملوا معه نصحوا كذا بس ما قدنع فراح لعندي الشيخ ابراهيم واحد وصار يحكيله ويشكيله همه ويقل له انه انا عندي مشكلة وواعي بمشكلة وما حدا حس ان يحلل لي هالا المشكلة وبدي اعرف شو لازم ساوي انا وشو الحل فانا عم بحكي لك لاني انا كتير برتح لك وحابب اني اعرف انه شو ممكن ساوي انا بيبي هاي المشكلة اللي صايرة معي هلا فحكى المشكلة تبعه للشيخ هذا الشاب جاد اليهودي حكاها للشيخ فالشيخ كان في عنده بالمحل صندوق وبقلب هذا الصندوق كان يحط القرآن الكريم فراح جاب هذا الصندوق وفتحه وطلع القرآن الكريم وعطاه للشاب جاد قال له افتاح على اي صفحة بدك ياها انت بالقرآن طبعا الشاب جاد ما بيعرف انه هذا القرآن هو كتاب انه الكتاب هو قرآن بس الشيخ ابراهيم قال له افتاح على اي صفحة بدك ياها بالقرآن بالكتاب فتح على الصفحة دلها هيك لا على التعيين فالشيخ ابراهيم قرأ الاية وفسر له ياها وعطاه الحل من هالصفحتين اللي فتح عليهم وقرأ له ياهن الشيخ فبهالصفحتين اللي حكاهن عطاه الحل لمشكلته لهو لهذا الشاب جاد فكان يعطي الحل من القرآن الكريم من الايات هو اللي يفتح الصفحتين يقراهن الشيخ ابراهيم يفسر له ياهن يعطي الحل فاخد الحل فطلع هذا الشاب جاد من عند الشيخ ابراهيم هو كتير مبسوط انه لقى حل لمشكلته بس بنفس وقت استغرب انه شو هذا الكتاب يعني شو الكتاب اللي عم يفتحه ولقيت حل مشكلتي فيه انا للكتاب فصار الشاب بهذا الشاب جاد كل ما يصير معه قصة كل ما يصير معه شغلة ينزنق على شيء يروح لعند الشيخ ابراهيم ويقول له انه صاير معي مشكلة كذا وكذا وكذا فيعمل نفس القصة يقول له هاي الكتاب افتح الصفحات اللي بدك ياها انت على لا على التعيين يفتح لا على التعيين يقوم يطلع له الحل للمشكلة تبعه بالقرآن الكريم سبحان الله فكان الشيخ ابراهيم كتير رباني ويعطيه الحل لمشكلته من الآيات اللي عم يقراها من القرآن فهذا الشاب جاد كمان يعني انه يستغرب اكتر من المشكلة صارت معه يعطيه الحل من هذا الكتاب فاستغربوا انه يعني شو الكتاب هذا يعني كتاب سحر ولا شو ولا شو هو ولا حتى يلاقي له حل المشكلة تبعه يعني فراحت والا الايام واجه الايام صار معهم مشكلة راح لعند الشيخ ابراهيم مشان يشوف شو بيشوف جايله حل قام ما لقى الشيخ ابراهيم بالمحل وينه سأل عنه قام حط كذا قالوا له انه هو مريض ونقلوه على المستشفى راح عند المستشفى لعند الشيخ ابراهيم فاد اطمن عليه وشق عليه وشافه قال له كذا وكذا وكذا وحمل حاله وطلع من عند الشيخ فبعد ما طلع يوم من الايام توفى بعد ايام قليلة توفى الشيخ ابراهيم رحمه الله بس قبل ما يتوفى الشيخ ابراهيم شو عطى وصية لأولاده قال له ان انا وصيتي عنكن هذا الصندوق تعطوه لهذا الشاب جاد وتقولوله انه هذا الكتاب من الشيخ ابراهيم هدية اليك ومات الله يرحموه فدري هذا الشاب جاد انه الشيخ ابراهيم توفى فراح على العزة مشان ياخد بالخاطر فولاده شافوا لهذا الشاب بيعرفوا له انه هو الشاب جاد قالوله انه ابونا قبل ما يتوفى وصينا نعطيك هذا الصندوق هدية وهذا الصندوق هدية من ابونا اليك فاخده ومبروك عليك انبسط كتير كتير هذا الشاب جاد انه اخد هذا الصندوق اللي فيه هذا الكتاب اللي هو فيه حل مشاكله اخد الصندوق وراح حطه بغرفته ببيته يوم من الايام بعد فترة من الزمن صار معه مشكلة هذا الشاب اليهودي جاد كيف بده يحل المشكلة راح فتح الصندوق طلع طلع الكتاب الكتاب مكتوب بالعربي هو ما بيعرف يقرأ عربي هو بيعرف فرنسي بس فكيف بده يعرف حل مشكلته شو بده يساوي فراح اخذ هذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم وراح له عند شاب صاحبه تونسي من تونس راح وبيعرف هذا التونسي بيعرف اللغة العربية وبيعرف اللغة الفرنسية راحنا عنده وقال له بدي اياك تشرح لي انا هلا راح افتح لك على صفحتين وتقرالي اياهم وترجم لي اياهم اللي شو معناتهم فراح هذا الشاب جاد فتح على صفحتين اراله يعون هذا الشاب التونسي وعطاه التفسير لهالآيات اللي اراله وقال له انه هيك وهيك وهيك فاجأ وقال لي اراله يعون لأ الحل تبع مشكلته بنفس الكتاب كمان اللي هو كتاب القرآن الكريم فهذا الشاب جاد صار عنده فضول انه يعرف انه هذا الكتاب شو هو فسألوا لهذا الشاب التونسي فسألوا لهذا الشاب التونسي قال له بدي اسألك هذا الكتاب شو قال له كتاب سحر قال له شو هذا كتاب سحر ولا شو هذا قال له الشاب التونسي قال له لا قال له هذا مون كتاب سحر قال له هذا القرآن الكريم قال له هذا كتابنا نحن المسلمين اللي هو بيحكي عن دين الاسلام وهذا الكتاب منزل من عند رب العالمين وهذا كلام الله يعني هذا الكتاب نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال له هذا كتاب الوحي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والكلام اللي فيه هو كلام الله خالق الكون وبما فيه وصار هذا الكتاب القرآن الكريم نورا وهدى للعالمين جميع وفيه شفاء لما في الصدور فاستغرب هذا الشاب جاد انه انا معقولك ان هالفترة عم باخد حلول مشاكل من القرآن الكريم وانا يهودي يعني اهلي ما حسنوا يساعدوني بمشاكل ما لأولي حل الشيخ ابراهيم الله يزيد خير هو اللي كان يعطيني الحلول من القرآن الكريم فحب الموضوع كتير كتير هذا الشاب جاد وقال له لهذا الشاب التونسي قال له انا كيف اذا بدي اسلام كيف بيحسن اسلام فقال له هذا الشاب الفئو التونسي قال له عليك ان تشهد ان لا اله الا الله وتشهد ان محمد الرسول الله ففورا الشاب جاد قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله ودخل دين الاسلام وعرف ان الاسلام هو الحق والله هو الحق وكان عمره لهذا الشاب جاد كان عمره بالعشرينات تقريبا وقال لي دخل دين الاسلام وصار يتعلم الاسلام وصار يتعمق اكتر واكتر بالاسلام ويتعلم اللغة العربية وبعد منها بعد ما تعلم صار من افضل الدعاة في الاسلام بفرنسا تمام صار هذا الشاب جاد اليهودي بعد ما اسلم بعد ما درس وضبط اموره صار من افضل الدعاة للاسلام بفرنسا واسلم على ايد هذا الشاب من بعد فضل رب العالمين اكتر من ستة الاف شخص بفرنسا وكمان الشاب جاد وقال لي اخذ الصندوق كمان لقى بالصندوق في ورقة وهي الورقة مكتوب عليها كان الشيخ ابراهيم رحمه الله الشيخ التركي كان كاتب عليها قل هذه سبيلي وادعو بها الله على بصيرة انا ومن تبعني يعني كان فيها هي المقولة كان كاتبها الشيخ ابراهيم رحمه الله بهي الورقة قل هذه سبيلي وادعو بها الله على بصيرة انا ومن اتبعني وصار الشاب جاد من الدعاة بفرنسا وكانت امه على طول تتخانق هي وياه وتحاول تقنعه انه يرجع لدين اليهودية بس هو لا خلاص اعتنق الاسلام وعرف انه انه الاسلام هو الحق ودين الله هو الحق فظل ماشي بهي الدعوة لحد ما سافر على افريقيا مشان ينشر الدعوة بافريقيا طلع على افريقيا الشيخ جاد رح نقول الشيخ جاد لانه صار من الدعاة ومن المتقين والمؤمنين ومن الشيوخ اللي معروفين وعاش 30 سنة تقريبا بافريقيا واسلم على يد الله ويد هذا الشيخ جاد الالاف الالاف اسلموا على ايده بافريقيا من بعد ما انتقل على افريقيا خلاص نقول للملايين اسلموا على ايد الله ويد جاد سبحان الله وسبب اسلامه للشيخ جاد سبحان الله بفضل رب العالمين والشيخ ابراهيم انه كمان الشيخ ابراهيم كمان هو اللي عطاه الخطوة واللي عطاه الدافع واللي عطاه الامان واللي عطاه المفتاح اللي هو القرآن الكريم لحتى انه يمشي بهذا الشيء ويكتشفه وبعدها بعد 30 سنة تقريبا بافريقيا توفى الشيخ جاد الله يرحمه طبعا الشيخ جاد شو سمى حاله سمى حالوة اللي اعتنق الاسلام سمى حاله جاد الله القرآني يعني صار اسمه جاد الله القرآني تمام وبعد سنتين من وفاته للشيخ جاد الله القرآني بسنة 2003 بعد وفاته بسنتين هو توفى بألفين وواحد بسنة 2003 اسلمت امه لجاد اسلمت بعد ما توفى الشيخ جاد الله يرحمه اسلمت وقالت امه انه انا بدي اسلم لصبر ابني ودعوته وفعله والشي اللي عمله انا كتير يعني بهرني وبصراحة خلاني اني اعرف انه انه دين الاسلام هو الحق فاسلمت من بعد وفاته بسنتين سبحان الله الله يرحمه ويقوله احد الدعاات كمان الدكتور الشيخ صفوط الحجازي كان مرة موجود بمؤتمر للمسلمين بلندن تمام والتأى بهذا المؤتمر باشهر الدعاة بافريقيا بهذا المؤتمر فالتأى فيه هو شيخ من شيوخ القبائل بافريقيا كان وهذا الشيخ اللي هو كمان يلتأى فيه اسلم كمان بافريقيا بس ما اسلم على يد الشيخ جاد الله القرآني اسلم على يد شيخ تاني اسلم على يد الشيخ جاد القرآني يعني فيه شيخ اسلم على يد الشيخ جاد الله القرآني وهذا الشيخ اللي تأى فيه بالمؤتمر اسلم على يد هذا الشيخ اللي اسلم على يد جاد دوختكم ما بعرف انه دوختكم والله فسبحان الله يعني التأى فيه هذا الشيخ صفوط الحجازي وسأله لهذا الشيخ الأفريقي قال له هل تعرف الشيخ جاد الله القرآني قام قال له هذا الشيخ الافريقي قال له طبعا بعرفه قال له رحت لعنده عن مستشفى وصافحته قبل ما يموت بيومين قام الشيخ صفة الحجازي مسك ايده لهذا الشيخ الافريقي وصار يبوسها فهذا الشيخ الافريقي استغرب قال له ليش هيك قال له هاي الايد لازم تنباس لانها صافحت الشيخ جاد الله القرآني لانه هذا الشيخ شيخ بركة والله يرحمه كان من افضل الدعاة وقال له انا تمنيت اني احسنت لو احسنت التقى معه او شوفه قبل ما يتوفى بس ما احسنت فسبحان الله يا اخواتي هاي القصة اللي حبيت لكم ياها اليوم لانه بصراها قصة كتير مؤسرة وحلوة والله يعزي الاسلام والمسلمين بجاه سيدنا محمد العبرة من هاي القصة يا جماعة شو هي العبرة من هاي القصة العبرة من القصة انه انه حسن الخلق والتعامل والاحترام والادب و بنفس الوقت الدين واحد بيعملوا طابع كتير حلو عند الناس اللي بتشوفك وتتعامل معها فهو حسن الخلق وحسن التعامل وحسن التصرف مع الناس والدين كون واحد دينه صحيح فبيخليك انك انت يعني شوفه سبحان الله بسبب حسن الخلق وحسن التعامل وطيبة والاحساس الرائع من الشيخ ابراهيم الله يرحمه اسلم هذا الشيخ جاد وبعد ما اسلم هذا الشيخ جاد اسلم الملايين على يد الله ويده فالعبرة من هاي القصة انه الواحد على طول لازم يكون اخلاقه عالي يعرف يتعامل مع الناس يكون رقيق يكون محترم يحترم الكبير والصغير وانه يعني الاحساس والاحترام يعني شيء اساسي بهذه الحياة فانا بتشكركم انكم اسمعته القصة والله يجعلها هيكي بميزان حسناتنا يا رب جميع ان شاء الله واذا عجبكم الفيديو بتمنى انكم تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو وليما لم يشترك بالقناة يشترك بالقناة وبتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر